خرج مؤتمر الأثريين المصريين بعدد من التوصيات من أهمها التركيز على إنعاش الحركة السياحية بالوحاية البحرية وتحقيق تنمية شاملة للأماكن الأثرية كما شهد المؤتمر تقديم أبحاث علمية خاصة بالتنمية السياحية لما تحتويه المنطقة من تاريخ أثري متنوع التركيز على إنعاش الحركة السياحية بالوحاية البحرية وتحقيق تنمية شاملة للأماكن الأثرية وجذب استثمارات لدعم الاقتصاد القومية توصياته الخرج بها مؤتمر الأثرين المصريين والذي استمرت تفعالياته على مدار ثلاثة أيام نوجه رسالة للاهتمام بالتراث الثقافي والبيئي والمعالم الأثرية والمواقع التراثية بالوحاد كما شهد المؤتمر تقديم أبحاث علمية خاصة بالترمية السياحية لما تحتويه المنطقة من تاريخ أثري متنوع الحقيقة فجئنا بالمستوى الرائع للتنظيم والمؤتمر والأبحاث أفرزت أفكار جديدة جدا في التنمية السياحية والتنمية الأثرية وده بدأ يظهر في منقشة الأبحاث والتوصيات الوحادة البحرية فيها أجزاء كبيرة خاصة في فترة العصرين اليوناني والروماني ولي بد أن نصلت الضوء على الأثار التي تم العصر عليها في المناطق دي والخاصة بالفترة اليونانية والرومانية عشان أننا أربطها بالحضارة الرومانية والحضارة اليونانية لأنه في طبيعة الحال سيكون فيها عملية التأثير والتأثر الموجود بين الحضاراتين أنا تناولت في البحث الأنمط بتاعة الوحادة البحرية بشكل عام سواء في السياحة البيئية أو في السياحة التراصية أو كمان السياحة الأثرية وكمان اتكلمت عن مجهولات البدوية وإزاي السيدات هنا بيعملوا وبيحاولوا أن هم يعملوا اقتصاد من خلال المجهولات أكد الحضور أن منطقة الوحادة البحرية تسخر بالعديد من الأثار في مختلف الحقب التاريخية المختلفة تجعلها منطقة تأجاب سياحي كبير في بعض الأماكن في الوحادة هنا زي الأبالة مثلا زي هنا البويطي زي منديشة زي العجوز الأماكن دي فيها بعض الأماكن الأثارية والسياحية كمان في منطقة جمال كثير يعرف أن فيها سياحات كثيرة في الوحادة في سياحة اللاجئة سياحة سفاري في هنا جبال كثير فيها متحف برضو هنا متحف محمود عيد متحف الوحى بيعبر عن كل حاجة في الوحى موجودة خلال الفعاليات تم تكريم عدد من الباحثين المتخصصين في مجال الأثار والقائمين على المؤتمر الذي جاء ليسلط الضوء على كنز مصر المدفونة الوحاة البحرية محمد الخطيب التلفزيون المصري